موسيقى 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 وان شاء الله تتاكد مع قادم الايام باذن الله شفتوا باللي نتكلموا على بالعمري بالعمري تقريبا هرايح القاطر نادي قاطر غادي يلعب بجانب محرز بجانب عفوا بجانب بلايلي في نفس النادي تكون شوفوا خوتي نقطوكم الملخص باذن الله وولا خوتي بسم الله تكون عليك اعلن موقع فوت ماركاتو المتخصص في انتقال اللاعبين ان سوق الانتقالات لهذا الموسم ماركاتو اللاعبين الجزائريين سيكون قويا مرة اخرى في هذا الصيف حيث عنونا ان التعالب الجزائرية في نك تحضر بشعبية كبيرة كما جرت العادة حيث كشف الموقع السيل في الذكر ان بغداد بنجاح البالغ من الوامر 26 سنة الذي يحلم باللعب في اوروبا وتتودت اليه ادارة برايتون الناشطة في الدرجة الانجليزية الممتازة واضاف الموقع ان عيسى ماندي البالغ من عام 29 سنة غادر نادي بيتيس الاندلوسي الذي انتقال اليه منذ خمسة سنوات وشرف عقده وضع حقيبه في نادي فيلاريات كما لم يخفي الموقع حدود مفاجأة مدوية بعدم انتقال ماندي الى الغواصات السفراء وتوقعه في نادي كبير اخر كما نبيل بن طالب البالغ من عام 26 سنة فسخ عقده مع نادي شارك الالماني ولديه اتصالات متقدمة مع نوادي انجليزية كما تم الكشف ان الجزائري والبطول الفرنسية يجذبون الانتباع على رأسهم اندي ديلور لاعب نادي مانبري الذي يسير لعاب القطريين ويحظى باهتمام اندية فرنسية والمانيا واسبانيا زين الدين فرحات البالغ من عام 28 سنة سيغادر نادي نيم اتجاه احد انديات سان تيتين او غلاسكو الانجليزي او صاصول ايطالي الذي تصر عليه بقوة واهي اخويا فريد بولايا سيغادر نادي ماتس كما صرح به اللاعب وستكون الوجهة احد الاهندية الكبار في فرنسا او خارجها ونادي ماتس استفادة من قيمة تحويله المالية التي تتزاوز ربعة ملايين اورو وحسب اخر الاخبار يقولوا ممكن يروح البطولة الانجليزية ان شاء الله لاعب ما هو حرب المناصب الغالية في المتخب الوطني رياض بودوبوس الاسف اللي كنا نحبه بزاف هذا اللاعب البالغ من امر 31 سنة الذي ينتهي عقده مع سان تيتين صيف العام القادم دوميل فاندو لا يدخل في خطط كلود بوعل مدرب نادي النادي ما يجبره على انتقال لنادي اخر ويبدو ان نادي انجيل فرنسي سيكون محطته القادمة النجم والموهبة ادم والناس ادم والناس قيمته بحوالي 10 ملايين اورو سير يبدو مرتفعا لللاعب يثبق من عقده عاما واحد رغم ذلك فان اندية بولونيا وساصولو وطولينو ابدت اهتمامها جديد باللاعب ادم والناس نتمنى يرجع يرجع كما يقولون النابولي ما كانت تحفي نابوليا بسكو لعي موهوب وراشيد غازال يغيدوني بزاف بسكو موهوب ومعهم براهيمي راشيد غازال البالغ من عمر 29 سنة نجم نادي بشكتاس التركي الذي يلعب له على شكل اعارة من نادي ليستر سيتي الانجليزي يصير لعاب الاندية الفرنسية بما ان اللاعب رفض الخليج كما ان اللاعب متمسك بنادي بشكتاس ولديه اتصارات جدية من اندية بين فرنباقشا وقلعة السراي التركيين فرنباقشي غازال ان شاء الله يشتر العقد ويبقى في الطرق وفيرونتين الإيطالي وموناكو وليون الفرنسيين صوفيان باغو فاغو للبالغ من عمر 31 سنة يبدو ان مسيرته في قرعة كاتصري قد انتهت وعليه تخفي راتبه المرتفع ربعا ملايين اورو سنويا ان اراد الاندمام الى احد الاندية المتوسطة في اوروبا او ستكون الاندية الخارجية محطته القادمة ويباسكو عندو بروبلم تحصل ولا خاوتي لكن شدت ملخص على اللاعبين المحترفين ان شاء الله لم يكن محرص محرص حوالي 95% باقي في نادي منشاستا سيتي تكلمنا اخر مرة مع صديق المناجر ومقرر من اللاعب ساعة فلاق ووضح ان كل شيء لدينا باقي باقي في بارسلونة عندها مشكلة مالي تشوفوا اكدير وجابوه من منشاستا سيتي جابوه بصفقة حرة وخفض حتى حوالي 30% منشاستا سيتي باقي في السيتي احسن مدام عنده ثقة الفيلسوف المهبول غورديولا اريح وبيوتيا بيوتيا ان شاء الله يعود يرجع المستواه ويجيبنا شامبيون العام الجاي بإذن الله بلايلي بلايلي سيبقى في نادي قطر هذه الاتصالات تاع اسبانيا منها تاعب على المناجر في الجزائر نعرفوهم واحد بواحد يبقوا يدولوا الباز بلا فائدة ولكن نظن بلايلي سيبقى في نادي قطر لانه الصالة اللي يده في قطر من مستحيل في اندية اوروبية وتعرفوا بلايلي بلايلي حبه هو صالح ويتوشي في ديريبتر والصوم في هذه قطر محالة للصوم ليتوشيها في الاندية الاوروبية بن عمري من الاسف ما اعطاهواش الفرصة تاعها في نادي ليون بتسعين بمئة المعلومة اللي عندنا هذه سنة في نادي قطر القطري رفقة بلايلي ما عليش مهم المنافسة مدام يحضر بطاقة النخب الوطني وهي مدد في مرضو دمليح كنت تنشتناها على مستوى تدريجيا نتمنى يروح نادي قطر بإذن الله وكما يقولوا يزيد يفجر ويدي عدة مباراة في رجله باش تكون فائدا المنتخب الوطني الجزائري وما يقف لكم شكاين تاني اللاعب بطوبة ممكن ينتقل الى احد الاندية الفرنسية او انجليزية لاعب كبير او الاندية كبيرة في انجليترا تاني بطوبة لانجليترا لانجليترا هي البطولة القوية ولي عدة اللاعبين لفجروا طاقات فيها بإذن الله طاقاتها ان شاء الله تحية لكم خوتي وفي مازل الموضوع هذا ان شاء الله والسلام عليكم وان تو تري في فا لالجيري اشترك